دبس الخروب من ايدي هون كنز غذائي قيمته بقيمة العسل دبس الخروب هو مصدر اساسي للطاقة 60% منه سكر طبيعي مفيد جدا للصحة نفس الكمية موجودة بالعسل وسكر دبس الخروب خالي من الدهون وما بيدخل بصير على الدم مثل السكر الاصطناعي بيحتوي على فيتامين بي اللي بيخفف نسبة الضغط النفس عند الفرد وبينشط عمل خلايا جسم بيحتوي على الماجنازيوم والبوتاسيوم بيعالج مشاكل الغازات عصر الهضم والاكتام بذور ثمرة الخروب تستخدم بمستحترد تجميل وكل كيلو جرام منها بيحتوي على 5000 فزري تقريبا وهالبذور تستخدم ايضا لتصنيع الورق اما اللي بيبقى مفضلات الخروب بعد العصر بيستخدم كعلف للماشية او مخصبية طبيعية للارض مش معقول نحكي عن الدبس بدون ما نحكي عن الطحينة اللي بتحتوي على دهون احدية غير مشبعة بتخفض الكوليستيرول السيء وبترفعه الجيد من اكتر البلدان المنتجة لدبس الخروب بيجي لبنان شايفين احلى منظره بدنا نتبهد بس الخروب لانه كتير بيشارشر متل ما بيقولوا ممكن من الى وصلنا الطاولة شايفين ما احلى منظره من اجمل المناظر في عالم المأكلات اذا من اكتر البلدان المنتجة لدبس الخروب بيجي لبنان بالمرتب الاولى خاصة اقليم الخروب الموجود بكضاء الشوف اللبناني بيتوزع انتاج الدبس بين جبل لبنان وشمال لبنان مثل عكار والباترون واميون وصلنا الى الجنوب خاصة مدينة سور للأسف شجلة الخروب في لبنان في خطر بسبب كثرة البناء والتصحير وبسبب اهمال الناس ففي لبنان معظم الناس اللي عندهم اراضي امام بيوتهم ما بيهتموا بزراعة اشجار مثمرة ولما نزور كثير من البلدات المنظر الطاغي هو مباني من بطن بدون الاهتمام باي اشجار فيه كمان اهمية الحكومة بخصوص التشجير ومنشر ثقافة زراعة الاشجار المثمرة عالميا حتى الان الشركات اللبنانية ما عرفت كيف تدخل السوق تدخل الدبس للسوق من الباب العريض الدبس معروف فقط عند ابناء الجاليات العربية والسوق العالمي محصور فيهم نادرا ما ملاقي اجنبي بيعرف دبس الخروب مع انه لو تعرف عليه الاجانب لتهافته عليه لفوائده وماذاكم لذيذ ولو انفتح لدبس الخروب سوق عالمي بما في الكلمة من معنى لجنة لبنان مليارات الدولارات لكن للأسف لا يوجد اي مشهود اعلامي من كبر لبنان للتعريف عن دبس الخروب وجعله ضرورة في كل منزل اجنبي في العالم كما هو حل العسل حاليا بتمنى هالمعلوماتكم فادتكم بتمنى توزعها لاصدقائكم وفيكم باي وقت اتفتشوا تحت ايهاب بلانت عن اشرة اخرائه باليوتيوب شكرا وإلى اللقاء